أردتكم تفاصيل أخبارنا والخبر الأول عن ألعاب القوة والبعثة المصرية لألعاب القوة الحقيقة مصطفى الجمل لعب المنتخب الوطني للألعاب القوة كان ودع منافسات لعبة المطرقة في أولمبياد توكيو 2020 وده بعد محتل المركز رقم 23 في الترتيب العام وده طبعا في الدور التمهيدي مصطفى الجمل كان حقق مسافة قدرها 72 متر فاصلة 76 كسر طبعا من المتر وبنان عليه تم استبعاده من التصفيات ولم يتأهل للنهائيات بكرة إن شاء الله هتستهنى في منافسات ألعاب القوة بمشاركة نجومنا عندنا محمد مجدي حمزة ومصطفى عمر في دفع الجلة وأيضا عندنا إيهاب عبد الرحمن واحد من الأبطال اللي عندنا أمال كبير يرجع عليه جدا في لعبة الرمح بمتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق والأماني ممكنة زي ما قلت لحضراتكم في الآخر هي بتبقى حالة نفسية ومعنوية وفنية لكل لعب قبل بدء المنافسات وإن شاء الله التوفيق من عند الله في الآخر أن نحن نقدر نحصد ميداليا أولمبية في لعبة ألعاب القوة نكمل للأخبار الحقيقة أخبار المصارعة عندنا أخبار كتير جدا عن لعبة المصارعة وهبدأ مع إيناس خرشد لعبة المنتخب الوطني للمصارعة اللي كانت ودعت منافسات وزن 68 كيلو جرام في دورة الألعاب الأولمبية توكيو 2020 وبعد ما خسرت في دور الستاشر أمام لعبة منتخب ألمانيا كارمن آنا إيناس زي ما حضراتكم عارفين بالتالي أنها خسرت فرص مشاركاتها في أدوار الترضية وده بعد ما اللعبة الألمانية كارمن خسرت في الدور ربع النهي أمام بطلة أوكرانيا شيري كاسوفا وده كان بنتيجة ستة لاشي بكده انتهت أمال مصارعة نسائية عندنا طبعا سمر حمزة كانت خسرت وإيناس خرشد أيضا خسرت في دور الستاشر فبالتالي مصر فقدت فرصة الفوز بميدالية في هذه المنافسات منافسات المصارعة النسائية